تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين هذا نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني وأطيب التبركات بمناسبة احتفال وطننا العزيز بالذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة دفاع البحرين والذي يصادفه الخامسة من فبراير معربة لسموكم عن بالق اعتزازنا وتقديرنا لدعمكم الكبير الذي تقدمونه لقوة دفاع البحرين لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم الموقرة بالق الأثر فيما وصلت إليه قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين من مستوى تنظيمي وتسليحي وتدريبي مشرف ساهم بشكل فعال في آداء واجبها الوطني تجاه هذا الوطن الغالي دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموكم حفظكم الله ورعاكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وأن ينعم على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لمزيد من الرفعة والعزة والرخاء ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة